اشتركوا في القناة او حالات احنا بنعيشها بتحكي الواقع اللي احنا عايشين بنرحب بيك اهلا بحضرتك هتسمعنا ايه بقى نخش على طول كده ان شاء الله ونكبو هقول حاجة عن التأثير شوية هقول ايه لما تحس انك مخنوق او بتمر بلحظة دي ولا ملفح همك طوق وجروح قلبك مش بالطيب اسكر ربك قوم توضى وصلي وسبح يفرق كربك قوله يا رب انا كلي بحبك وافتح قلبك واحكي وفطفط قوله ضللت طريقي بايدي كنت كتير من طعتك بهرب قوله مليت بزنوبي وريدي واني زننت اني مفيش مخرج قوله بحبك قوله انا اسف قوله سامحني ما كنتش عارف انك اكرم قوله ازنابت كتير وصطرت قوله بعدت كتير ووصلت قوله برغم بعادي وهاجري وغبائي وغبائي وطأصيري وطعطي انت بلطفك برضو رزق قوله شافتني في يوم ما امرت قوله ناجتني في يوم ما وقعت قوله في مالي وقهلي وزوجتي انت اديتني كتير وبركتي قوله رجعت قوله انا فقت قوله العيشة في بعدك طبعا كان الضنق قوله بحبك قوله انا اسف قوله سامحني ما كنتش عارف قوله انا توبت قوله نويت التوبة بقلبي بكل دموعي وندم رجعت قوله سامحني اغفر لي يا ربي والمراضي بجد اندمت قوله ارحمني قوله اهديني قوله يا ربي الحسن عبدتك وفقني ودايما اويني قوله يا ربي الكون انا عبدك ورجعلك فاصفح وقويني وحكي وقول كل اللي في قلبك ده خلقنا رحيم ده هيفرح بك قوله يا ربي الخلق ارضيني قوله بحبك قوله انا اسف قوله سامحني ما كنتش عارف قوله احميني احميني وغذكروا ربنا وربنا يحمينينا جميعا يا رب ويبارك فيك ومشاء الله عليك احسنت يعني الله يسعدك يا رب قوله بقى مين مسألك الاعلى انا كتير يعني الاستاذ احمد فقد نجم شعر فرق الجويدة ناس كتير الله اكبر عليهم يعني بعتز بيهم في المسيرة دي طيب الشعر موهبة موهبة الشعر اللي عندك دي موهبة ام دراسة لا موهبة مش دراسة موهبة ان شاء الله عليك الحمد لله فقد ربنا بكتب من 12 سنة الحمد لله يعني طيب ما بينه ما بينك بقى الشعراء في مصر واخدين حقهم ولا لأ لا يعني شوية بس في الغالب لا يعني هو المعروف وخلاص الباقي ما فيش الفرص يعني ما بيدوش فرص شوية للمبتدئين او اللي عايزين وعندهم الموهبة والموهبة بتبقى واضحة فيهم بس ما فيش فرصة لي ما فيش فرصة لي ان شاء الله من خلال اختار طريقك نوجد فرصة لكل المواهب بإذن الله يا رب طيب هتقول لنا ايه تاني بقى بما لنا في رمضان فانا هقول ديني مش هقول اجتماعي ولا وطني كل حضرتكم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله رمضان مبارك علينا جميع فقول قصة تانية عن التأثير في الصلاة بقول ايه بصلي شوية وبقطع شوية ومن مدة طبعا على الحالدية بكون مستقيم واسجد وارقع وتبكي العينين وفجأة شطاني بيدحك علي وابعد شوية وسوق في الخطية وعافر وقاسم ولاقي ضميري بينقح علي ولكن شوية وسوق في المعاصي وحس ان قلبي مكانه في رجلي ورجلي في راسي فتبكي عني ومن مدة طبعا على الحالدية بصلي شوية وبقطع شوية لدرجة حسسني في نظري ضحية بسلم نعادي لأقرب هوية يا عابد في مسجد وأعكف وأعبد يا إما مهاجر لشهوة رازية وكل شوية أتوفي المتاهة وكابر وعاند وعافر معاها وعيش فجأة صالح وفجأة لفاجر ومن مدة طبعا على الحالدية بصلي شوية وبقطع شوية لكني يا ربي بحبك بقلبي ولو كنت بعصي لظني وعشمي بإنك هتمحي وتخفر وتصفح لإنك يا ربي بتبتي بتفرح ودايما حنين في عز فرائي بتسطر وتسمح بمئة فرصة تانية وانا في كل ثانية بحبك يا ربي ونفسي لقلبي تنقي وتهدي وأحفظ صلاتي تسبت فؤادي وأحسن فطعتي بصلي شوية وبقطع شوية ومن مدة طبعا على الحالة دي أحسنت يا صاحة معدة وإن شاء الله ربنا يوفقك وإن خلال برمامجنا وربنا ربي يكرمك إن شاء الله أنا بقدم شكر لحضرتك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا رب وكل سنة وكل المصريين بخير يا جماعة إن شاء الله مشكرا جدا مشاهدينا قبل ما نطلع فاصل أنا حابب أهني الزميل والصديق العزيز الشاعر والإعلامي المتميز أحمد عساف على دوانه الجديد يا صامرة ودوان يا صامرة صادر عن طار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع وأتمنى لك يا أحمد عساف التوفيق والنجاح ودواب التوفيق والنجاح يا رب وربنا يوفقك بحياتك يحيب قلبي وشكرا لك على كل حاجة حلوة بنتقدمها لي يا أحمد عساف نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر